اشتركوا في القناة وشؤون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المفدى بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم معربا جلالته عن شكره وتقديره لسموه على زيارته الكريمة متمنيا لسموه وافر الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وسبول تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهم الشقيقين وأشهد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه بخصوصية العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذا به للعلاقات بين الأشقاء الذين تربطهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك كما هنأ جلالة الملك المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على إنجازات سموه العظيمة والمتواصلة ومن بينها استضافة معرض إكسبو 2020 دبي وما حققه من نجاح كبير وباهر ومشاركة عالمية واسعة مشيدا جلالته بدور سموه الريادي وجهوده الكبيرة في بناء نهضة دبي الحديثة وما حققته من نجاحات متميزة وما تشهده من تطور وازدهار وتنمية في جميع الميادين وما تحظى به من مكانة عالمية رفيعة وهي مفخرة للأمة جمعة وأعرب جلالته عن أخلص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بدوم التقدم والنمى وتطور تحت قيادتها الحكيمة حفظها الله